لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد بيان أن قدسية مكة نشأت من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل مكة بلد رسوله محمد صلى الله عليه وآله لذلك قدسها لذلك جعلها أول بيت وضع للناس لذلك فضلها شرفها وإلا هي مجموعة أحجار وجبال شرفها لأن الله شرفها ليش الله شرفها لأنها بلد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لأن الله حكيم وإلا شنو فرق بين مكة مثلا والجبال الأخرى اللي في سائر بلدان العالم موجودة من حيث الفيزيائية ماكو فرق التربة نفس التربة الأحجار نفس الأحجار ماكو فرق فيزيائيا وإنما تفضيل معنوي لماذا الله فضلها معنويا لأنه أرادها أن تكون بلد رسوله محمد صلى الله عليه وآله وأرادها أن تكون قبلة الدين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يعني والحال أنت حل إما من الحلول يعني أنت قد حللت بهذا البلد يعني في حال كونك موجودا بهذا البلد وإما حل من الحلال يعني وأنت مستباح في هذا البلد أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي ذلك تعيير للمشركين أن هذا المكان العظيم الذي جعله الله أول بيت وضعه للناس أنتم تريدون أن تقتلوا في هذا المكان رسوله رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حرم آمن يعني المشركون بعملهم هس قطع النظر عن أنهم أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله استباحوا الحرم الحرم الذي جعله الله آمنا وكان بصالحهم هذا لكنهم لجهلهم وسفاهتهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله استباحوا دم الرسول فالرسول خرج منها ليحفظ دمه والله سبحانه وتعالى عقبهم بعد فترة وجيزة في بدر قتل صناديدهم الذين أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وآله البعض يقول يعني هذا تحليل أنما قتلوا في يوم بدر نتيجة استباحتهم لحرمة مكة حيث أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله الله عقبهم وقتلهم بيد المسلمين في بدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا